شبكة قنوات المحروصة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن مساء الخير عزيزي المشاهدين وأهلا مرحبا بحضراتكم علماء من بلدي يتجدد اللقاء مع حضراتكم ويتجدد اللقاء اليوم ونحن نحتفل بعيد العمال كل سنة وعمال مصر والشرفاء النبلاء بكل الصحة والسعادة والعطاء الدائم يا رب فاصل ونبدأ نستقبل ضيفنا أعودنا مع حضراتكم وضفنا اليوم عالم فاضل في مجال علم النفس الترباوت استخدم منهج التقييم والتحليل والتقويم لتعرف على أهم الأمور الخاصة بالعملية التعليمية واحد من النماذج المصرية المشرفة ضفنا وضفكم والساز علم النفس الترباوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ومدير مركز القياس والتقويم بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة الحاصل على جائزة جامعة القاهرة عن تأليف وترجمة مقرر التفكير النقدي رؤية نظرية تطبيقية ودرع تكريم كلية الدراسات العليا للتربية عن فوضي في مسابقة إعداد المقرر والذي يتم تدريسه لطلاب جامعة القاهرة مقرر إجباري وأيضا عضو الهيئة الاستشارية للمجلة العربية للقياس والتقويم وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية ضفنا وضفكم العالم الفاضل والساز دكتور عاصم عبد المجيد كامل حجازي اللي مشرفنا ونوارنا في السيديو أهلا بحضرك فندم أهلا بحضرك فندم وأسرة البرنامج وكل السادة المشاهدين طبعا دكتور عاصم إحنا في البداية بنحرص بيبقى فيه نتعرف على بطاقة تعارف مع الجمهور العزيز ودايما من خلال البرنامج بيكون فيه الحدث بيفرض نفسه ونحن نحتفل اليوم بعيد العمال والوافق بالأمس من خلال احتفال كل المصريين تحت رعاية سادة الرئيس في احتفال كبير جدا لعمالنا في كل المجالات كباحث وكخبير ترباوي ونفسي يعني بنوضح مفهوم العمل في جزئية الخاص بالتقييم ويمكن إحنا ثقافة العمل عندنا متؤصلة على مر الأجيال وكتير من الأجيال بدئيا العمل شيء مهم جدا بالنسبة للإنسان يعني ليس على المستوى الاقتصادي وفقط ولكن المستوى الاجتماعي أيضا العمل بيضع الإنسان في وضع اجتماعي محدد وأيضا على المستوى النفسي ثقة الفرض بذاته إدراكه لأهميته في الحياة تقديره لذاته مفهومه الإيجابي عن ذاته وكل هذه العناصر السيكولوجية يعني هي محط أنظر علماء النفس علماء النفس بيهتموا بدراسة الظروف الإيجابية اللي بتخلي بيئة العمل بيئة إيجابية الحاجات السيكولوجية للعمال وإيه الحاجات اللي بتؤثر في دفعيتهم وإيه الحاجات اللي بتؤثر في مستوى الرضا الوظيفي عند العمال في أي مجال من المجالات يعني سواء كانوا معلمين أطباء مهندسين عمال في المصانع أيا كان نوع العمل الظاهرة النفسية بتفرض نفسها علماء النفس بيهتموا بدراسة كل ما يمكن أن يؤثر في زيادة الإنتاج وفي جودة العمل يمكن الجزئية اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليها عملية التقويم ودورها في العمل ومجالات العمل المختلفة يمكن الموضوع بيبدأ من عملية الانتقاء والتوجيه يعني عملية إزاي أن أنا أختار عمل أو عامل محدد لعمل معين عملية الانتقاء هذه إذي إحنا في المفهوم العام أو في المفهوم الإداري تسمى بطاقة الوصف بالضبط إزاي أنا أختار العامل بمواصفات إيه المواصفات اللي بتتطلبها هذه الوظيفة أو هذا العمل وبناء عليه أعد المقاييس المناسبة اللي تمكنني من اختيار العامل المناسب اللي أضعه في المكان المناسب فيؤدي لجودة الإنتاج وجودة العمل يعني هذا الأمر سينعكس بالتأكيد على جودة العمل وسينعكس على وفرة الإنتاج لو إحنا في قطاع إنتاجي وعلى جودة الخدمات المقدمة لو إحنا في قطاع خدمي دراسة بيئة العمل والتواصل بين الزملاء في العمل وتأثير العلاقات الإنسانية على الرضا الوظيفي للعامل وتأثير أيضا العوامل المادية ليس الاقتصادية ولكن العوامل المادية يعني ترتيب البيئة وتنظيمها ونوع العلاقات السائدة بين الأفراد وطبيعتها وهل في صراعات ولا لا كل هذه الأمور تؤثر على العامل فهنا وظيفة علم النفس أنه هو يضع الخطوط العريضة اللي يمكن اتباعها فتتحسن الحالة النفسية والمزاجية لدى العامل والعمال وأيضا يضع الشروط المناسبة التي تجعل من بيئة العمل بيئة إيجابية تساعد على الإنتاج وجودة العمل قاله السيد دكتور عاصم حجازي يعني علم النفس هو مجالات شتى ومجالات كتير جدا لكن علم النفس التربوي على وجه التحديد وتخصص حضرتك يهمنا تعرف على أهداف وعلى المفهوم الشامل لعلم النفس التربوي زي ما حضرتك تفضلت وأشرت فعلا علم النفس مجال واسع وحيثما وجد الإنسان طبيبا كان أو مهندسا أو عاملا بسيطا أو معلما وجد علم النفس علم النفس التربوي بيهتم بدراسة النظريات التي تفسر كيفية حدوث التعلم وما هي العوامل التي تؤثر في جودة التعلم بندرس الدافعية والعوامل المؤسرة فيها وبندرس التحصيل الدراسي وقياسه وتقويمه بندرس نظريات التعلم المختلفة على مر العصور واللي بدأت بنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ وانتهت بنظرية التعلم المستند إلى الدماغ كل هذه النظريات تعطينا تطبيقات ومبادئ نستخدمها في الفصل الدراسي لضمان التعلم أو لضمان تعلم الطلاب بشكل أمثل علم النفس التربوي يعتبر النواة الأساسية اللي بيستند إليها واضعوا المناهج يعني بنضع من خلال علم النفس الأسس النفسية التي يجب أن يراعيها واضعوا المناهج في أثناء تصميمهم من المناهج الدراسية أيضا اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل فئة من الطلاب يعني علم النفس بيضع أيدينا على أنه الطلاب ليسوا جميعا على مستوى واحد وهي ما يسمى بالفروق الفردي الفروق الفردي بالضبط كده يعني يمكن هذه الأمور لم تكن واضحة حينما كان علم النفس أو دور علم النفس مهمش في البيئة التعليمية لأ دلوقتي المعلمين أصبحوا يدركون أن الطلاب ليسوا جميعا على نفس المستوى وأنه فيه اختلافات كبيرة بين الطلاب وأنه لكل من هذه الفئات ما يناسبه من طرق التدريس ومن أساليب التدريس ومن أنماط التعلم وبالتالي دراسة علم النفس بيطدع هذا الأساس اللي بيستند إليه علماء المناهج وطرق التدريس في يعني توظيفه في العملات التعليمية إلى أي مدى بيلعب دور يعني علم النفس التربوي في تعديل الأمورات السلوكية الخطيئة يعني كتير من الأجيال حتى من الصغار وحتى الوصول للسن في طالب الدراسة سنوي الإعداد السنوي الجامعي هناك بعض الأمورات السلوكية الغير مرغوبة إلى أي مدى بيلعب دور علم النفس التربوي في تعديل الأمور700 بالضبط السؤال ده مهم جدا لأنه علم النفس ليس وظيفته البناء وفقط يعني البناء من لا شيء وإنما وظيفته تعديل ما قد يكون قد حدث من خلال أثناء عملية النمو خلال طرباوي بالطبع يعني بالطبع الطالب أو الطفل في مراحل نموه المختلفة وفي تدرجه في العمر بيكتسب بعض السلوكيات من البيئة أو من أي وسط كان غير مناسبة هنا دور علم النفس أنه يستفيد من نظريات التعلم ومن المبادئ والقوانين اللي طلعنا بيها من نظريات التعلم في أن احنا نعدل هذه السلوكيات وأن احنا نضع لها خطط علاجية بحيث أنها تتلاشى تدرجيا ونستبدلها بسلوكيات أخرى إيجابية ليس فقط التشخيص ولكن علم النفس يضع برامج إرشادية وبرامج عل السلوكيات السلبية هذه البرامج تبنى على خلاصة التطبيقات التربوية المستقام من نظريات التعلم وعندنا كتير من نظريات التعلم سواء السلوكية منها زي التعلم بالإشترات الكلاسيكي أو الإشترات الإجرائية أو نظريات التعلم بالمحاولة والخطأ أو النظريات المعرفية زي نظريات التعلم بالاستبصار وغيرها وغيرها من النظريات الكتيرة جدا واللي هي بتضع أيدينا على مبادئ تطبيقية يمكن توظفها في تعديل السلوكيات غير المرغوب فيها وتنمية السلوكيات الإيجابية لدى الأبناء ضفنا الفاضل بدأ الباحث والخبير النفسي على سيد دكتور عاصم حجازي حياته العلمية والبحثية حاصلا على لسانس التربية قسم اللغة العربية جامعة الأزهر في 2005 ودبلوم مهني في التربية تخصص تربية خاصة في 2007 أعقبه الدبلوم الخاص بالتربية تخصص علم نفس التربوي في 2008 نال درجة الماجستير عن أثر برنامج قائم على حب الاستطلاع في تنمية بعض المعلومات والعملات المعرفية ومهارات التفكير لدى طلاب المرحلة العددية منحة عنها جائزة أفضل رسالة ماجستير وتكريم كلية الدراسات العليا للتربية في عام 2012 حاصل على درجة الدكتورة في علم النفس التربوي عن التصور العقمي في تحسين أداء الزاكرة العاملة والفهم القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من زوية صعوبات التعلق تدرجة أكاديميا منذ تعيينه معيدا إلى مدرس مساعد فمدرس وأستاذ مساعد في علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة لغة عربية جامعة الأزر فدبلوم الخطوط العربية ودبلوم التخصص في الخط العربي وأفضل رسالة ماجستير في 2012 بنجدد ترحب ضيفنا مرة تانية العالم الفاضل والسيد دكتور عاصم حجازي وطبعا دراسة اللغة العربية هي اللغة العربية هي طبعا لغة القرآن بالدرجة الأولى والدارس دائما للغة العربية بيجد نوع من الحالة من التواصل مع اللغة ونوع من الألفة والحاميمية في دراسة هذا العلم واللغة العربية بالضبط يا فندم يعني يمكن دراسة اللغة العربية شيء مهم جدا لأن اللغة العربية الحقيقة تتميز بالتساعها ويعني قدرتها على التعبير عن كافة الظواهر النفسية يعني خلينا نقول أن حتى كمان بالمناسبة دراسة الخط العربي ليست فقط مهارة يتقنها الكاتب يعني أو الخطات وإنما هناك أبعاد نفسية متضمنة في أنواع الخطوط العربية ولماذا أفضل هذا النوع وأكتب الآية دي بالنوع ده من الخط دون غيره هناك دلالات نفسية حتى للخطوط العربية الحقيقة أنا كان توجهي في دراسة اللغة العربية برضو زي ما حضرتك أشرت يعني عشقي للقرآن الكريم باعتباري أزهاري طبعا في المقام الأول ومسلم طبعا فعشق القرآن الكريم خلاني أهتم بدراسة اللغة العربية والخط العربي لكي أتمكن من قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة وكتابته أيضا كتابة صحيحة الخط العربي كل نوع من أنواع الخطوط العربية له ما يميزه وله دلالات نفسية يعني أحيانا لما بتكون عايز تتعبر عن حاجة فيها عظمة وفخامة يبقى تستخدم مثلا الخط السلس لو أنت عايز يعني تعبر عن شيء فيه رشاقة ودقة تستخدم الخط الفرسي لو أنت عايز تتعبر عن شيء فيه لطف ورقة وليونة يبقى تستخدم الخط الديواني لو حاجة فيها سرعة يبقى تستخدم خط الرقعة لو حاجة فيها توسيق وحاجة فيها وضوح ودقة يبقى خط النسخ وهكذا كل نوع من أنواع الخطوط له دلالات نفسية وله يعني مؤشر على الحالة النفسية أو يتضم الرسالة فوق الرسالة التي يشير إليها النص يعني الكلام نفسه يتضم الرسالة ونوع الخط الذي كتب بيه هذا الكلام يتضم الرسالة أخرى أو إشارة أخرى للمتلقي أن فيه شعور بالعظمة أو شعور بالمرونة أو شعور بالرشاقة وهكذا بالحالة المزاجية والنفسية للكاتب أو أنا عايز أوصل إيه للمتلقي البحوث العلمية في مجال علم النفس التربوي وارتباطها ببحوث التعلم يعني والتعليم باعتبارها بحوث أسية خاصة في الجزء الخاص ببحوث التدريس وتطوير الأداء شايف الملف ده إزاي؟ يعني هو كمان دراسة اللغة العربية إحنا عندنا طبعا صعوبات التعلم فيه صعوبات تعلم الأساسية يعني فيه صعوبات تعلم فيه الحساب صعوبات تعلم في القراءة صعوبات تعلم في الكتابة فدراسة اللغة العربية برضو يعني أنا عايز أشير لأن أنت علشان تدرس صعوبات تعلم فيه اللغة لابد أن تكون متمكنا من اللغة كتابة وقراءة علشان تقدر ترصد هذه الظواهر أو هذه المشكلات عند الطلاب بدقة فإحنا دايما حتى عندنا في القسم بنفضل أن اللي اشتغل في صعوبات تعلم لغة يكون من خريجي أو من دارس اللغات فعلشان يقدر أنه يعني يشخص بطريقة صحيحة ويقدر يضع الخطط العلاجية والبرامج العلاجية اللي تؤتي سمارها في النهاية وتساهم في التغلب على هذه الصعوبات عندنا صعوبات تعلم في اللغة في صعوبات تعلم قراءة ويمكن دي أنا اشتغلت عليها في الدكتوراه وفي صعوبات تعلم في الكتابة الطالب اللي بيخلط ما بين الحروف أو اللي بيكتب حروف ما كان حروف يبدل التاء ما كان الدال وهكذا أن احنا نضع المعايير أو المقاييس المناسبة لتشخيص هذه الصعوبات ونضع أيضا البرامج المناسبة اللي تساعدنا في التغلب على هذه الصعوبات والارتقاء بالطلاب إلى مستويات أعلى لأن صعوبات التعلم في اللغة الحقيقة لا يقتصر تأثيرها على دراسة اللغة فقط وإنما طبعا معظم المواد أو كل المواد يعني مش بتعتمد على رموز برضو في حتى ولو كان فيها رموز زي الرياضيات والفيزياء هذه الرموز يتم تقدمها في إطار برضو لفظي فاللغة مهمة جدا وهي الأساس والعمود الفقري للطالب هو اللغة بتاعته لأنه لو فاهم لغة كويس هيقدر أنه هو يفهم السؤال اللي جايله في الامتحان بطريقة كويسة ويقدر يجاوب عليه إجابة جيدة وكذلك يقدر يفهم كل العلوم وكل المناهج علوم ورياضيات وفيزياء وأحياء وكل هذه العلوم بتعتمد في تقدمها للطالب على اللغة ما زلنا نواصل للقاء في ضفتنا العالم الفاضل الأستاذ دكتور عاصم حجازي وأستاذ علم النفس التربوي ونتحدث عن يعني منهج جديد أو خط جديد في الدراسات النفسية وهو ما يسمى بالنمزجة يعني إيه؟ بالضبط يا فندم ده أسلوب إحصائي ومنهجية في دراسة العلاقة بين المتغيرات المختلفة يمكن كان سائد لفترة طويلة أن الباحثين بيعتمدوا على المنهج الوصفي البسيط دراسة العلاقات والارتباط ما بين متغير ومتغير آخر أو إعداد برامج تدريبية ودراسة أثر هذه البرامج على المتغيرات التابعة دلوقتي بقى الباحثين بيتجهوا إلى تحليل المصار ونمزجة المعادلة البنائية وهي أسليب إحصائية متقدمة الهدف منها أن احنا بندرس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمتغير ما على متغير آخر يعني إذا كان المتغير ألف بيؤثر على المتغير جيم تأثير مباشر فبنشوف ده وبنشوف ماذا لو كان المتغير باء موجود أيضا في المنتصف التأثيرات غير المباشرة بتكون عاملة إزاي وبنقارن ما بين التأثير المباشر والتأثير غير المباشر يعني عملنا بحث في نمزجة العلاقات بين التوجه الإيجابي نحو المستقبل والمناعة النفسية وقلق الاختبار الإلكتروني أو قلق كوفيد 19 الاختبار الإلكتروني ده بحث تاني فهنا فيه ألأ أو تخوف من الإصابة بكورونا هل التوجه الإيجابي نحو المستقبل يؤثر تأثير مباشر على هذا القلق طيب ماذا لو كان الشخص اللي عنده هذا القلق لديه مستوى مرتفع من المناعة النفسية هل سيؤثر ذلك في العلاقة ولا لا يؤثر فده المنهج جديد في الدراسات النفسية وبقى دلوقتي منتشر بكسرة أغلب الباحثين دلوقتي بيهتموا بدراسة الدور الوسيط والدور المعدل المتغير ما بين متغيرين أساسيين وهكذا الجزء النفسي والحالة المزاجية والحالة النفسية للإنسان مؤكدة أنها بتؤثر وتتأثر يعني مش مجرد بس في كورونا أو في طالما الجزء النفسي والاستعداد النفسي أو مسمى بالاستعداد النفسي قوي ممكن يبقى فيه مواجهة قوية على نفس المستوى الحالة النفسية يعني إحنا زي ما بنقول حيثما وجد الإنسان وجدت حالة نفسية وهذه الحالة النفسية تحتاج إلى دعمها وتحتاج إلى اكتشاف إيه اللي ممكن يؤثر فيها بالإيجاب واكتشاف أيضا ما يمكن أن يؤثر فيها بالسلب والعمل على تلافيه أو علاجه إن وجد فالإنسان هو محل الدراسات النفسية عموما في أي مجال من المجالات يمكن علم النفس التربوي تطبيقه أكتر في الجانب التربوي في عملية التعليم والتعلم والعوامل المؤسرة في هذه العملية هناك علم النفس الإعلامي هناك علم النفس المهني هناك فروع كثيرة جدا من علم النفس هي تنطلق من قاعدة واحدة ونظرية واحدة ولكن التطبيق يتم على مجالات مختلفة ولكن بنفس القواعد ونفس المبادئ هي الحاكمة في كل هذه المجالات حضرتك مدير مركز القياس والتقويم التربوي بجمعة القهرة دور هذا المركز ومهامه يعني مركز القياس والتقويم التربوي الحقيقة يمثل بيت خبرة لعملية القياس والتقويم نفسها بنقدم خدمات التدريب طبعا للطلاب والسادة أعضاء التدريس في نظريات القياس الحديثة وكيفية إعداد المقيس النفسية وإجراء التحليلات الإحصائية المختلفة أيضا يقدم المركز أيضا خدمات التحليل الإحصائي لنتائج دراسات الماجستير والدكتوراه التي يجريها الباحثون طبعا علاقة علم النفس بالإحصاء علاقة وسيقة جدا يعني قسم علم النفس التربوي هو المنوط بالضبط العمليات الإحصائية واختيار أو تجريب الطرق الإحصائية واختيار أفضلها والموازنة ما بينها وبناء عليه فقسم علم النفس التربوي بيتولى أعضاءه الإشراف على مركز القياس والتقويم التربوي لتقديم هذه الدورات التدريبية المتخصصة في نمزجة المعادلة البنائية وفي التدريب على البرامج الإحصائية المختلفة وتنمية قدرات الباحثين في التعامل مع الجانب الإحصائي في رسائلهم في الماجستير والدكتوراه تعاون المركز مع الجهات التي تطلب الخدمة بمعنى أداء أن المستفيد الأول من علم النفس التربوي هي المؤسسات التربوية والجهات المعانية مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي العلاقة ومدى استفادة الدولة والمؤسسات الحكومية من هذا المركز المركز زي ما حضرتك تفضلت وأشرت بيقدم الدورات التدريبية للسادة الباحثين أولا باحثين الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الإتقان البرامج الإحصائية وبالمناسبة هنا بقى فيما يخص الباحثين وأعضائه التدريس بنتناول كافة القطاعات يعني كل الدرسات حتى الدرسات الإعلامية والدرسات التجارية وغيرها وغيرها بتبقى محتاجة تحليلات إحصائية في الجانب التطبيقي للرسال الماجستير والدكتوراه فبيبقوا محتاجين أنهم يتقنوا التعامل مع البرامج الإحصائية المختلفة هنا بيأتي دور مركز القياس والتقويم التربية لتقديم هذه الدورات التدريبية المتخصصة لمساعدة الباحثين على إتقان هذه المهارات وبالمناسبة كمان المركز لا يقدم خدماته للمصريين فقط يعني متاح لأي حد من خارج مصر أنه يلتحق بالدورات التدريبية اللي بيقيمها المركز يعني الانتشار أو عندنا خبراء متخصصين في المركز بيقدموا هذه الدورات المتخصصة لكافة أنواع الباحثين ضفنا العالم الفاضل لأسيد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي تفضل بنشر ثمان مقييس نفسية بجانب النشر الدولي منفرد ومع آخرين في مجالات علم النفس وصاحب مدرسة علمية بمصر والدول العربية وأشرفها وناقشها وقام بالتحكيم للرسائل العلمية محليا ودوليا بجانب كونه مراجع ومحكم دولي بالمجالات الدولية وشارك مع آخرين في مؤلفات المدخل إلى علم النفس التربوي المدخل إلى الفروق الفردية الموهبة والتفوق العقلي سايكولوجية اللغة والدليل المرجعي العربي للترباط والأمراض النفسية والعقلية والقياس والتقويم النفسي والتربوي عايز أتوقف مع حضرتك أمام جزئية وهي خاصة بالموهبة ولدينا في مصر الآن مراكز لرعاية الموهبين على مستوى عالي جدا والدولة تتبنى هذا الأمر لكن الجانب العلمي أو الجانب التربوي وتبني هذه المواهب ولو اعتبرناه مشروع عامل مشروع عالم صغير أو بداية نواه لعالم كيف يتم تبني هذه المواهب وكيف يتم البناء على هذا الأمر يعني في ما يخص الجانب العلمي في هذا الأمر احنا بنضع من خلال طبعا أبحاثنا ومن خلال الكتب اللي بننشرها المبادئ احنا أول حاجة بنتعرف على خصائص الموهبين دول خصائصهم السلوكية في الشكل حتى في خصائصهم الجسمية خصائصهم العقلية والمعرفية خصائصهم الوجدانية والإنفعالية بحيث أن المعلم يبقى عنده ثقافة سيكولوجية لما يدخل الفصل يعرف أن دول موهبين لأنه مثلا لو جينا حتى في الخصائص الانفعالية مثلا للموهبين ممكن نلاقي بعض السلوكيات ينظر إليها المعلم على أن هي سلبية أنه يبقى الطالب انطوائي أو بيشعر بالاغتراب أو عنده سوء تكيف مع زملائه بيعمل مشاكل مع زملائه أو أنه ما بيبقاش منتبه في الفصل مثلا يعني كمان حتى المفهوم الخاطئ عن الموهوب أنه شخص شاطر ومتفاعل وده ما فهم خاطئ لأنه ممكن يكون موهوب ولديه صعوبات تعلم وممكن يكون موهوب وما يقدم في الفصل الدراسي لا يستسير اهتمامه فبالتالي لا يشارك مع المعلم في الفصل الدراسي فدورنا أنه نحن نوضح هذه الخصائص للسادة المعلمين علشان بدل ما يصنف هذا الطالب على أنه طالب لديه سلوك سيء أو سلوك سلبي لأنه نبقى احنا عارفين أنه وراء هذا السلوك موهبة كامنة ونسعى إلى اكتشافها وتنميتها لأنه برضو في عندنا كتير جدا من الموهوبين يولدوا ولديهم استعدادات يعني فائقة يعني مشروع موهوب زي ما حضرتك تفضلت وأشرت ولكن لأن البيئة لا تدعم مفيش حد اكتشفه مفيش حد أقدم له برامج رعاية مناسبة مفيش حد أقدم له الدعم المناسب فتموت هذه الموهبة وتفقد والموهوبين دول يعتبروا صاروة صاروة للدولة المفروضة أنها تكتشفهم وتحفظ عليهم وممكن التوجهات السيد الرئيس أكدت على ده أكدت على أنه نحن لازم نهتم بهذه الفئة باعتبارها صاروة لا تقدر بسمن تمتلكها الدولة ويجب علينا أن نضع المعايير المناسبة والاختبارات المناسبة لإكتشافهم ونضع الخطط المناسبة لتنمية هذه المواهب عند هؤلاء الطلاب واستثمارها بشكل جيد بعد كده في يعني ضخها في مسيرة التنمية في المجتمع المصري دكتور عاصم النشر العلمي والأبحاث الحديثة وخاصة في ظل هاي تكنولوجيا أو التكنولوجيا المتاحة حاليا ودفع عجلة التنمية خاصة في الجزء الخاص بالبحث العلمي شايفوا إزاي والتعاون الدولي على مستوى الدولي حتى تبادل الخبرات تبادل الأبحاث لصح التعبير يعني إحنا دلوقتي مثلا في منصات للتواصل العلمي بين الباحثين زي منصة مثلا ريسيرش جيت أو بوابة الباحثين دي بندخل عليها بنسجل بناخد رقم تعريف دولي بيبقى عندنا إمكانية التواصل مع كبار علماء النفس في العالم وليس في الوطن العربي فقط بنطلع على أحدث الأبحاث اللي نشروها وأحدث الموضوعات اللي بيتم دراستها وأحدث الطرق اللي بيتم تناول هذه الموضوعات أيضا يعني المناهج اللي بيستخدموها في دراست هذه الموضوعات وبنبقى كمان يعني بيتيح هذا الربط وهذا التبادل المعرفي والثقافي لنا كباحثين في الوطن العربي نحن ندرس الظاهرة النفسية في أكثر من بيئة لأن البيئات المختلفة بتؤثر تأثيرات يعني مختلفة على الظاهرة النفسية ممكن لما تدرس في البيئة المصرية تختلف عنها حينما تدرس في البيئة العراقية مثلا تختلف عنها حينما تدرس في البيئة الأمريكية فهذا التواصل بين العلماء والباحثين على مستوى العالم يؤدي إلى نظرة تكاملية وشاملة للظاهرة النفسية وفهمها فهما يعني عبر ثقافي عبر مختلف الثقافات وبتتيح للباحث خبرات غير محدودة لم تكن الحقيقة هذه الخبرات متاحة لمن سبقونا من الباحثين إلا عن طريق الابتعاس يعني كان زمان علشان الباحث يحصل على هذا الكم من الخبرات محتاج أنه يروح بعثة ويقعد هناك كم سنة ويمكن كمان هذا الوقت ما يكونش كافي أنه يتشبه بالضبط بالضبط وساهمت في شمولية النظرة للظواهر النفسية المختلفة دكتور عاصم حجازي له مؤلفات وكتبات خاصة بالتقييم الجديد للسنوات العامة ويمكن في إطار العد التنازلي للسنوات العامة يعني الجزء الخاص بيعتمد على العقل والفكر بديل عن الحفظ وده شيء مهم جدا وهنشوف وجهة نظره لأن الموضوع ده بيشغل بالكسرين من الأسرة المصرية الحقيقة أنه العالم بلوم لما وضع تصنيف للمستويات المعرفية بتبدأ من التذكر ثم تتدرج للاعلى بقى تذكر فهم تطبيق تحليل تركيب تقويم ست مستويات معرفية وضعها بلوم أول ما وضع الغرم المعرفي بتاعه طبعاً إحنا هنا في التعليم المصري قديماً ما كانش بيتعدى مستوى الفهم يعني كان بيركز قوي على أن إحنا نحفظ المادة العلمية وأن وسلتك للنجاح في الامتحان هي الحفظ الآلي للاختبار وكانت الأسئلة بتيجي كده بتيجي مشجعة على الحفظ أن أنا بسأل السؤال لو أنت حافظ الكتاب حتى لو مش فهمه هتجاو دلوقتي التطوير اللي بيحصل فيه النظام التعليمي بيستهدف الوصول إلى المستويات الأعلى طبعاً إحنا بنبني على المستويات الدنيا مش بنسيبها خالص ولكن بنبني عليها وعايز أقول أن عملية الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم دي هي اللي بتسهل عملية الحفظ يعني هي دي اللي بتخليني أحتفظ في النهاية بالمعلومات بشكل أسهل وأفضل فدلوقتي طريقة الأسئلة نفسها تفرض على الطالب أن هو يذاكر بطريقة مختلفة مش أنه هو يقعد يصم الكتاب حفظ آلي وإنما عليه أنه هو يضع هذه الأهداف اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم أو المستويات المعرفية أمامه ويتأكد لما يجي يذاكر الدرس يتأكد أنه هو فهم هذا الدرس وأنه هو عنده القدرة على أنه يطبق المعلومات اللي وردت في هذا الدرس في مواقف مشابهة علشان كده الأسئلة ما بتجيش نصا من الكتاب ولكن بتيجي في مواقف مشابهة النصوص حتى في اللغة العربية بتيجي غير اللي موجودة في الكتاب يبقى الطالب لابد أن يتأكد من قدرته على نقل المعرفة لمواقف أخرى مشابهة ويقدر أنه هو يستفيد من المعلومات دي أو فهمها بالطريقة اللي تؤهله أنه هو لما يكون في مواقف مشابهة لهذا الموقف يقدر يحلها بسهولة وعملية التحليل عملية التحليل إحنا كنا بننظر للمحتوى نظرة عمومية لا لابد من تجزيء المحتوى وأفضل طريقة للتعامل وفقا للنظام التعليم الجديد أن الطالب يستخدم أدوات الاستفهام كلها متى وكيف وأين ولماذا وماذا ومن كل هذه الأدوات في صياغة أسئلة على كل درس بيذكره كل درس بيذكره يقعد يسأل نفسه هذه الأسئلة كلها ويضع لها إجابات عشان يبقى مارس ويطبق خلينا فرصة وجود حضرتك معنا في الهوى إحنا تقريبا في المرس الأخير أو في نهاية الاستعداد للسنوية العامة وطالب حاليا بدأ يعني يستذكر دروسه أو بدأ يراجع المواد المراجعة صح التعامل قبل النهائية هنتكلم عن المراجعة القبل النهائية والمراجعة النهائية تم إزاي الطريقة البسيطة السهلة من خلال علم النفس التربوي أولا الطالب لازم يكون هو بيذكر عامل خريطة ذهنية للموضوعات اللي هو بيذكرها يعني عندي مادة الكيميا مثلا عامل خريطة ذهنية للموضوعات فوق كده مادة الكيميا الفصل الأول كذا الفصل الثاني كذا الفصل الثالث كذا الفصل الأول ده فيه عناصر كذا 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 وأبدأ أحط العناصر دي الخريطة الزهنية دي هي صديقة المخ المخ بيحب الحاجات دي قوي الطالب علشان يستدعي المعلومات في اللجنة صح لازم يدخل دماغه ويفتح كل الغرف المغلقة اللي فيه يعني إيه يفتح كل الغرف المغلقة في دماغه يعني ما يهتمش فقط بعملية الحفظ زي ما كنا بنتكلم من شوية وإنما عليه أنه هو زي ما قلنا هيمارس عملية التعلم دي بأكتر من شكل هيمارس عملية التعلم من خلال صور يرسمها أو رسوم بيانية أو الخريطة الزهنية وهكذا يستخدم الألوان الفسفورية لتحديد النقاط الهامة والنقاط اللي هو بيعتبرها أساسية يتبقى بلون والنقاط الفرعية بلون مختلف كل ده يعني أدوات ووسائل وتقنيات صديقة للدماغ عمل مساعدة يمارس موضوع التعلم ما فيش أي مشكلة أنه هو يقفل الكتاب ويتخيل نفسه معلم ويقوم بشرح هذا الدرس لنفسه أو يشرحه للا شيء يشرحه كده وكأنه بيشرحه لطلاب قدامه فممارسة عملية التعلم في أكتر من مكان في الدماغ صور ونصوص مسموعة وكتابة باليد وشرح واستخدام لغة الجسد أثناء الشرح وأثناء المذاكرة كل هذه الأمور كل حاجة من دي لها مكان في المخ فلما تحط المعلومة في أكتر من مكان في المخ لما تيجي في اللجنة ومحتاج هذه المعلومة فتلاقيها بسهولة لأن أنت كنت زمان بتذاكر بمنطقة واحدة بس يا منطقة الزاكرة فلما كانت بتعجز الزاكرة عن استرجاع المعلومة ما كنتش بتعرف تجاوب فدلوقتي هتلاقيها في الزاكرة البصرية وهتلاقيها في الإدراك البصري هتلاقيها في المناطق الخاصة عن السامع المناطق الخاصة بالحركة وهكذا فتلاقيها في أكتر من مكان فتقدر تستدعيها بسهولة إلى أي مدى بيلعب وبس أذن الزميلة عبيد الحلب أنا الجزادي ركزت عليه شوية لأن كتير من أسر يمها الكلام ده إلى أي مدى تلعب الأسر دورها وتحديدا الجزء الخاص به النمط السلوكي الضغط يعني الأسرة اللي فيها ارتباك الأسرة اللي فيها خوف الأسرة اللي يعني شايفة أن المستقبل غامض بالنسبة لأبنائها إلى أي دور بتلعب الأسرة دورها في هذه الجزء أنا بحيي حضرتك جدا على السؤال ده لأنه سؤال مهم جدا فعلا الأسرة دورها خطير جدا ويمكن كثير من الإخفاقات التي يتعرض لها الطلاب بتكون بسبب الأسرة القلق معدي الأسرة اللي بتشعر بالقلق يعني بنرجوهم أن هذا القلق لا يظهر بأي شكل من الأشكال أمام الطلاب لأنه إذا انتقل للطالب عجز المخ عن التحصيل أو قلت يعني أو انخفضت قدرته على التحصيل النظرية الحديثة في التعلم نظرية التعلم المستند للدماغ بتقول أن الدماغ عشان يشتغل بكفاءة وبكامل طاقته وبكامل قدرته لابد من شعور بالتفاؤل وجوي إيجابي يبقى فيه تشجيع وفيه تحفيز وإن شاء الله هتحقق حلمك وقتبقى حاجة كويسة وإحنا فخرين بيك ووسقين فيك وهكذا إنما القلق والذي يمثل تهديد للطالب القلق بيقلل أو بيخفض من قدرة الدماغ على العمل فبيبقى تركيزه ضايع ومشتت ومش قادر يجمع وبيدخل اللجنة مش عارف يحل فالرجاء اللي بنوجهه للأسرة أنا مش هقول إن الأسرة طبعا عليها دور إن هي تهيئ المكان المناسب لي الجيدة وإضاءة جيدة وهدوء والبعد عن المشتتات كل هذه الأمور يمكن الأسرة عارفها وبتعملها لكن ما يخص تحديدا القلق والحديث السلبي عن الامتحانات إن احنا نعد نتزمر أمام أبنائنا من الامتحانات والسنوية العامة ونعد الشعور بالتزمر والشعور بالتشاؤم والشعور بالقلق كل هذه المشاعر السلبية تنتقل إلى الطلاب وتؤثر على أدائهم وعلى تحصلهم كونوا حارصين على إخفاء هذه المشاعر حتى لا تبدو حتى في لغة الجسد الحديث كل الحديث من الآن وحتى الانتهاء من الامتحانات يكون إيجابي حتى لو أخفق الطالب في مادة من المواد يبقى حديثنا إيجابي وإن شاء الله أتعوض وإن شاء الله أتحقق اللي أنت أعايزه وهكذا الحديث الإيجابي بالضبط يا فانت بالضبط الأستاذ دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي قام بالإشراف على معمل علم النفس التربوي لعام 2017 وشارك بالعضوية في إعداد المثاق الأخلاقي للكلية وهو عضو بالعديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية وشارك بالعديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل كما هو باحث وعضو مشارك بالمشروعات والمشاريع البحثية القومية للتخدم التنمية والتنمية المستدامة وهنا نتوقف أمام هذه المشروعات وهذه المشاركات الإيجابية الهمة جدا في تنمية هذا الوطن الحديث يعني إحنا كلنا في المشاركات المجتمعية ذات الطابع القومي المشاركة في مشروع مودة اللي يمكن دعا إليه السيد الرئيس وتبنته الجامعات المصرية ومنها بالطبع جامعة القاهرة وأشرف بأننا أحد المدربين اللي دربوا الكثير من الطلاب في هذا المشروع مشروع مودة بيستهدف الأسرة المصرية ويمكن دي من أهم المميزات اللي عند السيد الرئيس أنه بيهتم بعلاج المشاكل من جزرها ويمكن عندنا الأسرة باعتبارها نواة المجتمع تمثل أهمية بالغة طبعا في استقرارها يمثل أهمية بالغة في استقرار المجتمع فكان من الواضح أنه فيه عدم وضوح في الرؤية عند الكثير من الشباب وما هي المعايير التي يجب عليهم أن يراعوها أثناء اختيار شريك الحياة فبرنامج مواد ده بيضع أمام المتدربين بعض المعلومات الصحية وبعض المعلومات النفسية والاجتماعية وبعض المعلومات الدينية اللي في مجموعها كده وفي مجملها تؤدي إلى حينما يعني يدركها الشاب والفتاة إلى استقرار الأسرة وبناء الأسرة على أساس سليم تضمن استقرار الأسرة ومنشوفش بقى حالات الطلاق اللي أصبحت منتشرة في الفترة الحالية يمكن لأنه الاستقرار للأسرة هينعكس بالتأكيد على المجتمع ويبقى المجتمع كله متماسك تماسك الأسرة يؤدي إلى تماسك المجتمع تماسك المجتمع يؤدي إلى مزيد من النمو والتطور المشكلات الأسرية دي عند تكرارها في أسر مختلفة ويبقى كده عندنا أصبحت خلايا يعني غير قوية وغير متماسكة موجودة في المجتمع هتؤدي في النهاية إلى عدم تماسك المجتمع ككل إلى عدم قدرته على مسايرة التطوير والتنمية وعدم فعاليته في مسيرة التنمية المستدامة مشروع مودة من المشروعات القومية التنموية أنصح التعبير اللي الدولة أعطته اهتمام كبير جدا وبدأ يحقق نجاحات لأنه بيهدف بالدرجة الأولى الأهم عنصر أساسي ورئيسي في الدولة المصرية وهو الأسرة المصرية بالضبط الجزء الخاص به اختيار شريك العمر أيا كان أو شريكة العمر ومؤكد أنه بيبقى فيه نوع من التوجيه أو فيه نوع من الإرشاد النفسي أنصح التعبير للاختيار الأفضل أو الاختيار مش هنقول الأمثل كمال لله سبحانه وتعالى ولكن إزاي يتم الاختيار؟ ولأي مدى تتدخل أسرة في الاختيار؟ هنا بقى الجانب النفسي عندنا فيه اللي بنقدمه ليه المتدربين بيشتمل على مجموعة من الخطوات اللي طبعا إحنا بنرصد أولا الشائع والمنتشر إيه اللي الناس بتركز عليه في عملية الزواج وإيه اللي الناس بتبقى يعني واخداك عنصر أساسي في عملية الزواج وبنركز بعد كده على ما ينبغي أن يكون والفتاة بنضع أمامها بعض النمازج السلبية للشباب يعني إزاي أنت تكتشفي هذه النمازج السلبية وما هي النمازج اللي ممكن تتعايش معاها وتتقبليها وإزاي تديروا حياتكو بشيء من المرونة وإزاي تبقى عارفة أنت أن الحياة ليست دائما خالية من المشكلات أو حياة كاملة وبنرشدهم لبعض النقاط زي مثلا ما فيش تدخل أو أسرار البيت ما تطلعش بره البيت إزاي نحجم عملية التدخل الثوابة الاجتماعية القديمة ده الزبط يا فأنتم هي القديمة دي للأسف ما بقيتش دلوقتي معروفة لدى كثير من الشباب يعني على الرغم من أنها قديمة ومتوارسة ومعروفة لدى أجيال عديدة إلا أن فقط الشباب الفترة الحالية عندها عزوف عن معرفة مثل هذه القواعد ومثل هذه الإجراءات فإحنا بنضع أيديهم على معايير الاختيار السليم اختيارك لشريك الحياة لابد أن يكون مبني على أسس سليمة الإرشادات إيه اللي ممكن نتبعها علشان نتجنب الخلافات الزوجية ولازم نبقى فاهمين أن للآخر متطلبات ولا ينبغي أن يكون متطلبات ومتوافقة ومتمثلة مع متطلباتي وكيف نوفق بين المتطلبات المختلفة لنصل في النهاية بالأسرة إلى بر الأمان يمكن بنقدم كمان نصايح صحية حتى كمان في اختيار وسائل منع الحمل كمان هذا الجانب بالطبع أعدوا أطباء متخصصون وتم تدريب المدربين على المعلومات اللي وردت في هذا الجانب وبيقدموا من خلال الدورات التدريبية أيضا بعض المعلومات الدينية يعني برضو كثير من نعم التوعية والتسخف الدين بالضبط المعلومات الدينية المرتبطة بالزواج برضو عند البعض بتكون مش واضحة وفيها خلط كبير جدا وفيه معتقدات سائدة خاطئة فإحنا دورنا في هذا البرنامج أن احنا بنصحح هذه المفاهيم ونرشد الشباب والفتيات إلى المفاهيم الصحيحة اللي يجب أن تبنى عليها الأسرة نقطة أخيرة خاصة بهذا الموضوع تحديدا وهي أن كتير من المبادرات خرجت في الفترة الأخيرة وهي مبادرات جميلة يعني لها صدف المجتمع المصري بالشرع المصري خاصة فيه زل ظروف ارتفاع أسعار الزهب وفي ظل ارتفاع الحياة مع الشاب صفة عامة فالبعض أطلق بعض المبادرات من خلال المجتمع المدني بتقليل المهور باللي بقى الشاب كحاجة رمزية لأي مدى هذه المبادرات تساهم في حل كتير من مشاكل الشباب هذه المبادرات بتعكس وعي الشارع المصري بالأحداث الجارية في العالم كله والمشاركة إن إحنا مش بس عندنا وعي لا إحنا عندنا وعي وعندنا نية للمشاركة الصادقة وبنتخذ إجراءات فعلية لمواجهة هذه الأزمات الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله ويمكن دايما حتى من الأسس الرئيسية اللي بيقوم عليها أي فكر تنموي مشاركة الجامعيات الأهلية لأن الجامعيات الأهلية الحقيقة بتبقى مدفوعة بدوافع قوية جدا للمشاركة والعمل الاجتماعي بيبقى عندها دوافع يعني إيمانية دوافع دينية دوافع للعمل الخيرية هذه الدوافع بتدفعها بقوة للمشاركة والمساهمة الفعالة في حل المشكلات وبتقدم فعلا حلول صالحة وحلول فورية لكثير من المشكلات والدولة الحقيقة بتشجع دا وبتدعمها بتدعم المؤسسات الأهلية وبتتعاون معها وبتطيح لها الفرصة أنها تشارك في عملية التنمية بشكل فعال قاله السيد دكتور عاصم حجازي والسيد علم النفس التربوي وأحد المراجع الموجود أمامي الدليل المرجعي العربي للإضطرابات والأمراض النفسية والعقلية وهذا الدليل تحديدا ومحتوى سريع لهذا الدليل وإزاي يتم الاستفادة به في التطبيق العملي يعني إحنا في هذا الدليل وضعنا وصف لمعظم الإضطرابات النفسية ويعني أشهر طرق العلاج اللي بتقدم للتغلب على هذا الإضطراب هذا الدليل مختصر طبعا ولكن بيدينا فكرة عامة عن معظم هذه الإضطرابات النفسية وما هي الطرق العلاجية المستخدمة في التغلب عليها بشكل مختصر يدينا المعلومة والتسقيف اللازم اللي يمكننا من التعرف على هذه الأنماط السلوكية غير السوية حينما نجدها في المجتمع الفترة الأخيرة وفي ظل موجود كتير من المشاكل المجتمعية أو الضغوط المجتمعية أو التعبير الأضاق بقى فيه حالة من عدم التكاتف أو الترابط الأسري بالمفهوم النبيل الجميل اللي اعتدنا عليه كأسرة مصرية في ظل الأسر الممتدة لكن إزاي يتم العودة مرة تانية لحالة التماسك إن كان هناك مقارنة بالأسر المصرية بالمجتمع الغربي فإحنا أكثر تماسكا إن نقارنها بالدول العربية فإحنا أكثر تماسكا لكن إحنا لما نقارن نفسنا بنفسنا في السنوات الماضية إحنا كنا أكثر تماسكا من الترابط أو المشاكل اللي موجودة في الأسرة حاليا إزاي نعود مرة تانية للترابط الأسر الجميل؟ هو الفكرة اللي حضرتك أشرت إليها جميلة جدا حتى إن إحنا نقارن نفسنا بنفسنا في السابق دي مهمة جدا إحنا ليه؟ ليه دلوقتي ما بقيناش زي الأول لأن إحنا دلوقتي للأسف دخلنا في العولمة بدون ما نمتلك الأدوات اللي تحافظ على هويتنا الثقافية وعلى بنيتنا المعرفية اللي تشكلت عبر سنوات عديدة دلوقتي فيه تشوش معرفي بقى بناخد معلومات وثقافات من مختلف الثقافات الأخرى بدون ما يكون عندنا مناعة فكرية تؤهلنا للانتقاء الجيد من هذه المعلومات ما يتناسب مع معتقداتنا ووعداتنا وتقاليدنا فبقى فيه خلط هذا الخلط أدى إلى هشاشة في البناء المعرفي وفيه معتقداتنا وأفكارنا فنتج عنه هذه الحالة من عدم الاستقرار محتاجين أن احنا نعيد ترتيب بناءنا المعرفي محتاجين أن احنا نعيد تدريب شبابنا وفتياتنا وزي ما بنعمل كده في مواد ده أن احنا نعطيهم المفاهيم الصحيحة السليمة يعني نعيد تشكيل البناء المعرفي كما كان في السابق في الختام بنتوجه بكل الشكر والتقدير لأستاذ دكتور عاصم حجازي وأستاذ عنه النفس التربوي وأحد علمائنا الأفاضل الإجلاء في هذا التخصص واللي بنقول دايما مصر بخير من خلال هؤلاء النخبة ومن خلال هؤلاء العلماء في كل التخصصات لأن مصر بخير طالما موجود من يفكر من يبتكر من يبدع من يعطي الخير والعلم لبلده وبالتالي ننهض بهذا المجتمع في الختام دايما بيبقى فيه يعني بروتوكول أو فيه شيء من هدية بسيطة ولكن في المضمون كبيرة جدا جميلة جدا بتحمل علم بلدنا علم بلدنا اللي بنعتز ونفخر به واللي بنفخر ببلدنا دايما ونقدمه لضيوفنا بنوع من التعبير عن الحب والمواد دايما جميل جدا وتشكر جدا شكر جدا شكرا لحضرتك وشرفتنا العالم الفاضل السيد دكتور عاصم حجازي والساس عم النفس التربوي ساعدنا باللقاء مع حضرك فندي شكر جدا يا فندي شكرا جزيلا قبل ساعة ما لان نلتقى دائما في مساء كل سلساء وعلماء من بلدين إلى اللقاء وتستمر الرحلة رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل المصر بكل أبناء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بيننا حاجة كل بعد تسيط زيادة فيها إننا فيها نية صفية فيها حاجة تافية حاجة بتخليك تدفت فيها سنة سنة تهيلة العزرية في مصر والفعالة ضغلية في مصر مولد السيدة والذكر والهيطة وربع تنفرق بسيدة نفيزة المشي على الكرنيش والبركة في لحمة عيش فرح بلدي موسيقى